بحث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة مع مسؤولي شركة سوميتومو اليابانية لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيرات بحثاء الموقف التنفيذي لاستثمارات الشركة وخططها التوسعية في مصر خلال الفترة المقبلة كما بحث الجانبان أوجه الدعم والتسهيلات للشركة باعتبارها واحدة من أهم شركاء الحكومة في تنفيذ استراتيجية تعميق صناعة السيارات وتحويل مصر إلى محطة رئيسة في سلاسل الإمداد العالمية